بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتما في أحسن الأحوال اليوم جيت وجبت لكم طاقة إيجابية رائعة لجلب كل الأمنيات ديالكم ولكن بعدو على النحس ما تجلبوش ريوزكم طاقة سلبية حاولوا تجلبو ريوزكم طاقة إيجابية بالذكر الصلاة على الحبيب استغفار دائما استغفار ونحاولوا ونقروا القرآن أو تقروا غير صورة الإخلاص صباحا 11 مرة وفي الليل 11 مرة إذن حاولوا أنكم تقروا صورة الإخلاص بعدد 11 مرة في الصباح وفي المساء غادي تتحسوا بالفرق إن شاء الله ونحاولوا أننا نستغفروا نحطوا اسم الأسماء الحسنى على حسب الحالة ديالك لكنت بغيت المحبة والمودة نقرأ اسم الودود بعدد ألف مرة بغيت أن يقرب لي الله شي حاجة شي أمنية نقرأ اسم يا الله يا قريب بغيت أنني اللي دياليوم هي رائعة وأكثر من رائعة غير ديرها وغادي تحسوا بالفرق إذن غادي ناخد الأمنيات عندي تعسير عندي تعسير في الزواج غادي نديرها على حسب الزواج كان عندي تعسير في العمل غادي نديرها على حسب العمل نقدر كل أسبوع ندير أمنية وأنا غادي ندير ندير هذه الأمنية وغادي ربي يعوني إن شاء الله ولكن دائما ناخد أوراق الغار يكونوا متكاملين متكاملين تكون الورقة كاملة بحالة دي إذن غادي ناخد كل يوم توما اللي غادي إن شاء الله نحاول بحول الله وقوته غادي ندوز على الجسد ديالي بالكامل وأنا تنقرأ إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ إن هذا لرزقنا 27 مرة وأننا تندوز على الجسد ديالي وهنا غادي نكسب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ ونحاول إن شاء الله بحول الله وقوته نحط هاته ما هنا هادي دوز على الجسد ديالي وقرأت 27 مرة إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ الرزق بغيت عمل إن هذا لرزقنا ندكر العمل نبغيت الزواج نقول الزواج نبغيت المال نقول المال إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ اللهم بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار أن ترزقني زوجا صالحا يكون لي عونا وعينا في كل الأمور خاصة كعمل قولي اللهم بحقي اللهم بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار أن ترزقني عملا وانتي تدوزي على الجسد ديالك وانتي تدوزي الأمنية ديالك الأمنية وهنا غادي تكتبي إن هذا إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ مرة واحدة وهنا غادي تقولي اللهم ارزق فلانة بنت فلانة اللهم ارزق فلانة بنت فلانة إلى ما قدرتش إلى ما كملتش هنا كملي هنا اللهم ارزق فلانة بنت فلانة زوجا صالحا اللهم ارزق فلانة بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار أن ترزقها ما تريد وغادي إن شاء الله تحاولي تاخدي واحد المنديل أبيض المنديل أبيض وغادي ترفعيها معاك يوم كامل هترفعيها معاك يوم كامل إذن اليوم كامل غادي إن شاء الله بحول الله وقواته تمشي للعمل تمشي للسوق لابد أنك تدير هذا الوسوى وغادي تحاولي أنك تخرجي إذن إلا خرجتي غادي إن شاء الله غادي غادي تكون معاك بطاقة إيجابية غادي تفتعل الأمنية ديالك بآية من القرآن الكريم غادي تفعلي طاقة الجد هذه الحاجة ولكن غادي ديرها مدة أسبوع مدة إذن هذه الوسوى خاستك ديرها مدة أسبوع لك تقدر تديرها ديرها ما قدرتش تقدر تديرها ثلاث أيام أو خمس أيام ولكن طاقة ديالها مدة أسبوع إذن غادي تدهزيها ترفعيها في الحقيبة تحاولي تحطيها في الحقيبة وتحلي الحقيبة وتوضعيها معاك في يوم كامل إن شاء الله تجي من العمل دخل المنزل الناس اللي ما عندهمش عمل تقدري أنك تخرج للسوق تدوري بها وغادي تشوفي طاقة ديالك كيفاش غادي تكون غادي تكون عندك أرزاق عندك قبول بهذا الآية الشريفة غا يكون عندك طاقة إيجابية وقبول ثومة رائعة في جلب ما تريد جلب العمل جلب المحبة جلب طاقة الإيجابية إن هذا الرزقنا ما لهم من نفاذ الرزق غادي منفج عندك إما الرزق زواج وإما مال وإما عمل إذن غادي إن شاء الله تحاولي من جي من جي من الخارج غادي تحاولي تحرقي هذه الورقة في الغرفة ديالك الغرفة اللي تتنامي فيها غادي تحرقي هذه الورقة وهذه غادي تحكيها في العتابة كلها غادي تحكيها في العتابة وانتي تتقرأي بغيت الرزق من كل حما زواج عمل أو أي حاجة رزقي من كل درب وكل حما نوي الزواج الرزق أو الزواج أو العمل من كل درب وكل حما مهم غادي إن شاء الله بحول الله وقوتي تحكيها كاملة القشور ديالها غادي توضعها في تراب أو مكان عاشب إذا بقى مننا أي حاجة يبقى مننا شي قليل أو يبقى مننا القشور غادي توضعهم في التراب أو محبق يكون عندكم وضعي في هذك تومة هذك البقاية تومة وضعهم في التراب أو يكون عندكم نبات في البيت حطيه في وسط التراب إذن مدة أسبوع وانتي تتشتغلي على نفسك مدة أسبوع وانتي تتديري هالطاقة تحكي أمام العسبة على نية الزواج أو على نية العمل أو على نية المال الناس اللي عندهم العدم المال غادي إن شاء الله يكون عندكم رزق إن هذا الرزقنا ما له من نفاذ الرزق معمره غينفيد عندك وفي سبحان الله الزواج رزق والمال رزق والعمل رزق إذن نوي نوي أشنو بغيتي مال أمنية واحدة فقط ديريها أسبوع على العمل أسبوع على الرزق أسبوع على الزواج واختاري سبحان الله غايولي عندك الرواج في هادك الأسبوع غايولي عندك نفاذ في هادك الأسبوع غايولي عندك طاقة إيجابية آية من القرآن الكريم تحقق لك جميع الأماني ولكن ديريها بنية خالصة إمتى القراءة تقريها في الليل تقريها في الليل وتحاولي أنك تحطيها تحت الرأس ديالك والصباح ترفيعها معاك في الليل في الوقت اللي تجي من العمل تحقق أوراق الغار في الغرفة ديالك تاخد شمعة وتحرقها في الغرفة ديالك ومن بعد ثم تخرجي في الليل وقت ما جيتي من العمل تحكيها أمام العتباء والبقايا تلحوم في التراب أو مكان عاشب إذن حبابي تنتمنى لكم أنكم تديروا هذه الوصفة لأنها رائعة وأكثر من رائعة سبعة الوراق أخذوا أوراق الغار يكونوا بحلكة خضرين أوراق الغار يكونوا بحلكة خمس دراهم هادو فقط كافيين باش أنك تخدمي الوصفة ديالك بالكامل إذن سبع أوراق مع سبع تومات أنا هادي غير لي التصوير أخذوا سبعة تومات هادو كل الليل تقري عليها ماشي ماشي تقري عليهم في وقت واحد تقري عليهم وتدوزع تقري علي التومة وتدوزع لجسد ديالك وورقة الغار يكون الآية هنا وتدري التصغير ديالك وتحطيها تحت راسك تدري ليها ميت دير أبيض وتحطيها تحت راسك حتى للصباح وتدريها في الحقيبة ديها معك العمل أو خرجي لأي مكان رجعي حرقي هادو في الغرفة ديالك وتمح وحكيها في أي وقت أي وقت كنت في البيت غادي تحكي هذي وتقولي التومية أو الزواج أو المال أو الرزق أو العمل إذن تنتمنى لكم حد سعيد اللي درتوا هذه الوصفة وتنتمنكم إن شاء الله تكونوا بخير والأخير وحاولوا ما تنسوناش إن شاء الله بللايك والدعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته